المواقع المصرية اليوم تتحدث عن خبر رفع اسم أبو تريكا وآخرين من قوائم الإرهاب والمنع من الصفر ما صحة هذا الخبر؟ هل هو فعلا خبر رفع قوائم من قائمة الإرهاب؟ أم أنه إجراء لم يكتمل بعد؟ وما أصل هذا الموضوع؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اليوم المصري اليوم وبعض المواقع المصرية كتبت عن خبر بعنوان رفع اسم أبو تريكا وآخرين من قوائم الإرهاب والمنع من الصفر القصة دي كانت قائمة من القوائم من 2017 ومن قبل قبل ذلك أكثر من قائمة يعني حوالي 1500 شخص وضعوا على قائمة تسمى قائمة الإرهاب ومصادرة أموال ويعني منع من الصفر لمن هو مسافر وترقب وصول لمن هو مسافر ووضع فيه أسماء كبيرة جدا منها الشيخ يوسف القرضاوي وأبناء الشيخ القرضاوي نفسه بمن فيهم وهو معظمهم لا يحملون الجنسية المصرية إنما جنسيات أخرى يعني ما عدا يعني عبد الرحمن ابن الشيخ اللي هو كان يحمل الجنسية المصرية ولم يجدد له جواز سفره المهم الشاهد إنه وضعت كل هذه الأسماء والمهنسة بالعلى ماضي الأستاذ صلاح سلطان واعي صام سلطان وأسماء كثيرة جدا يعني كأن أحدا يعني قاعد كده يرصد الأسماء من وشمال ومنهم نس توفوا كالدكتور عسامي العريان وستاذ محمد مهدي عاكف يعني أحياء وأموات جمعت أحياء وأموات وجمعت أشخاصا لا يجمعهم جامع واحد في المواقف يعني خاصة في بعد هذه قبل القيمة بعدها يعني طيب ما صحة أو أصل الخبر الأستاذ خالد علي المحامي المعروف والسياسي صاحب مواقفه للناس يعني تشهدها كتب على صفحته يقول الحمد لله اليوم محكمة النقد قضت لصالحنا بألغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب والقضية الشهيرة باسم لاعب الكورة أبو تريكا والتي تضم مزيد على 1500 متهم وتم إدراجهم منذ 2017 وقضت النقد حنا بإلغاء الإداري فتم في 2018 إدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهي 2023 وفقت النقد حنا على هذا الإدراج وكنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فجئنا بالنيابة في إبريل 2018 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب خمسة لسنة 2018 وقضت محكمة النقد بإدراجهم فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات لمرافعتنا اليوم وقررت قبول طلبات النقد وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى يعني لسه الأمر ما هوش رفع أسماء إنما قبل الطعن للتحول لدائرة أخرى هل معنى ذلك رفع الأسماء يعني ممكن أبو تريك أبو كرة الصبح ياخد طيارة ويروح ينزل على مصر طبعا أنا إسم من دون الأسماء القايمة دية هل أبو كرة الصبح الناس معناها ولا الضالين أمين اللي عنده ورق عايز يخلصه في أي جهة حكومية الدنيا زي الفل والدنيا تمام وإشطى يعني اتوكل على الله لا طبعا ده كلام فارغ يعني ده كلام استهلاك إعلامي مش معناها بطعم في كلام خالد علي معاذ الله لا أن المجد السلطة ليست هذه السلطة التي نثق فيه قراراتي أو إجراءاتي لأن مجرد إجراء قضائي وارد يذهب الملف إلى دائرة أخرى فتثبته وتوقده وتضيف في النهاية لأننا نعلم للأسف للأسف ولم نكن نكون ولم نكن نحب أن نقول هذا الكلام على قضائنا المصري اللي له تاريخ معنا رأينا هذا القضاء في الانتخابات أيام مبارك كان يطعم بالتزوير في نواب للحزب الوطني رأينا القضاء الإداري أنا واحد من الناس أشهد الله بأمانة اتمنعت من التعيين في وزارة الأوقاف ورفعت قضية في القضاء الإداري وكسبتها وتحيينت غزبا عن أمن الدولة في وزارة الأوقاف يا جهز ابن مرتب لحد لما جيه الانقلاب وجيه المخبر يعني قلدغ العقل قبل ما يكون قلدغ اللسان مختار جمعة طلع قرار كده ما عرفش عن أي دنين بفصل يوفصل ناس تانيام بلا أي أسباب يعني ولم نجد قضاء إداريا نقدر نلجأ إليه فكان آمن في قضاء كان في قضاء فبنحزن بنحزن لما بنقول دلوقتي لا يوجد قضاء إنما يوجد أوامر بالهاتف بالتليفون الأمن الوطن الذي يدير هذه الملفات ويعني الرئاسة يعني هي التي تتحرك وتتحكم في هذه الملفات إذن أضيت أن نقول والله أضية إلى الآن لا نستطيع إلا لما يصدر قرار بات نهائي في إن المسألة يا جماعة خلاص بخ انتهت الأضية بغض النظر ناس تذكرنا وما تنزلش لأن نزلنا مش مرهون بأضايا أو عدم وجود أضايا المسألة مرهونة بتغير سياسي حقيقي إن هذه السلطة لا تريد أبدا مش هو المصالحة لا تريد حتى أن تعود قليلا عن المظالم التي تقوم بها بل مستمرة في ظلمات ومظالم لذاك لما بيلاقي مواقف ليه هيمين أو الشمال ويقول لك والله ده هددوا بمش عارف إيه في تجاوبوا مع منوا بإفريقيا ده كلام بلح يعني لأن في النهاية بيعتقلوا ناس لتضامنها مع فلسطين وفي ناس عندها أضايا متدورة فيها لأنهم نزلوا في مظاهرة وقفوا في وقفة رفع العلم في الاستاذ خلاصة الأمر طبعا في قضية أن رفع اسم اللاعب الخلوق محمد أبو تريكا وآخرين وأنا من هؤلاء الآخرين طبعا وشيخنا الشيء القرارة رحمه أسرته وعدد من السياسين الكبار عصام سلطان صلاح سلطان أبو العلماضي مع حفظ القابل جميع هذا ليس قرارا باتا نهائيا إنما كما كتب الأستاذ خالد علي إجراء في محكمة قبل في محكمة الجنيات لإعادة القضية إلى دائرة أخرى قبل هل هذا القبول معناه سينتهي إلى فعلا رفع الأسماء الحقيقة لا أستبشر خيرا ولا أنتظر خيرا من وراء هذه السلطة لأنها لم تتغير خطتها ولا منهاج منهاجها في التعامل مع المعارض أو غير المعارض حتى المؤيد بضرجات ما لا معاملة هذه السلطة معه معاملة حادة عنيفة لا رحمة فيها ولا هوادة فمش كاره لأي عقل الفرحة معاذ الله بس لا أحب دائما تناول أي جرعات مخدرات أو أوانطة القضية كما رأينا مجرد إجراء طبعا كنت أتمنى أن أقول مبروك لأبو تريكا ومبروك علينا جميعا مبروك علينا جماعة البراءة لكن الكلام ده طبعا مش منتظرين لإني لا ينتظر الخير من هذه السلطة ونصر الله عز وجل العفو عن من في السجون نحن في النهاية في خارج مصر في سأفنا في الحريات أكبر إنما الأزمة الكبرى مع أهلنا وأحبابنا الذين هم داخل أقبية السجون نصر الله عز وجل أن يفرج كربهم وكربنا جميعا اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة